السلام عليكم اجينا للزبدة اجينا للكبار اجينا لأجمل مباراة متوقعة بعام 2022 ببطولة العالم بلابت ليكوف لجند فريق تي ون المحبوب وفريق جي دي جي الجبار عم بيتصادموا بمباراة قوية جدا 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 واهمة فيها انه هل بصير يعني يتحيز لحده هل بصير نشجع حدا المباراة لا طب لحنا نشجع حدا نعم بصراحة فيكر فيكر بطل العالم فيكر اللاعب يلي بوقت من العام بالوقات كان بطل العالم بعدين نزل شوي هلأ راجع يعني فترات اللاعب يصلى كتير زمان نوعا ما لحنا منحب فيكر معرفة لولي بالتعليقات انتم من بتشجعوا من اللاعب من الفريق ولكن بالتشكيلة حلوة بفريق تي ون عنا الجي بي والنوكترن توب وجونجل هو عنا مثل ما بنسمي احنا بنغير باسماء الشامبيونات كتير ومنقول لوشن الربع كريم مرطب معنا يا نامي روحي نامي بالبوتلين هدول هايكونوا فريق تي وان بينما فريق الجي دي جي عندهم رينيكتون توب وعندهم أزير أزير بردقان أزير فواكه على مبدأ عصير بالميدلين وعندهم أفليوس مع لولو بالبوتلين هذا هو وفيقو الجنغل هذا هو تشكيلة الفريقين هلأ احنا بالضيقة واحد توقعنا نتقل نعم تقلنا الضيقة ثلاثة ونصف أول جانك بالتوبلين على جي بي إذن رينيكتون وصديقه الجنغول عم بيحاولوا انه ياخدوا الكيل همين هياخدها فيل ولا رينيكتون ولا لا جي بي حينفوت جي بي كتير طعتوا قليلة جي بي عم بينزوف جي بي شكله حيروح فرست بلاد يا حبيبي نعم رينيكتون بفتح المباراة بفرست بلاد بالتوبلين ليعطي ليد بسيط كمان بالدهب بفارق تقريبا سعمية دهب من فريقين لإيدن تقلنا دقيقة أربعة ومص ومرة تانية رجعنا على التوبلين شو ستوبلين إذن في بوش كامب معمول من طرف جي دي جي في نفس الوقت تي وان عاملين جانك فالسالة العلقة 2 على 2 جي بي تعطوا هو الأقل حاليا فيجو عم تنزل تعطوا بس جي بي هو المختر أكتر جي بي مات وفيجو مات يا الله رينيكتون صفي لحاله ضد نوكتون مين بيناتهم اللي حيربع شكله رينيكتون أو رينيكتون يا الله دبل كل ثلاثة واحد تقدم لفريق جي دي جي بفارق جولد صار بين تسعة تلاف ومية للسبعة وتسعمية لحال كون عملوا له حسابات أو فيني بشكل سريع أقول أنه الفرق ألف ومية جولد هلأ بالوقت الحالي صار قدامي على الشاشة إذا ندقل دقيقة خمسة وخمسة وأربعين عم نلاحظ أنه فيه بوش مرة تانية رينيكتون كان هياخد الكل على جي بي ولكن رجعوا نوكتون وكمان ادخل فيجو والفايت لسا تشغالة رينيكتون هر هر رينيكتون نسقط رينيكتون راحت يا الله وفيجو أخد الكل واخد الفايت لفوق على جي بي وبالنفس الوقت تحت عم نلاحظ أنه نامي روحي نامي عم بتحاول تهرب من عظمة هالمباراة اللي شغالة بس فيك فاكر اخد الكل ولما لحقي انقذ القسر للاسف بس قدر ياخد الدبل كل نтора اللي عمب مضاكةwayine اعطل مضاكة واننرجع للفوق خلاص 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 اللي عم Lauren ستفعل عم بجي بي where it'sig يمفوض من كل رهيبة وبيعمل لها كاونتر وفيجو تمامها واخرية ببيام بيأخذ كل بالمقابل 103 Bella خلاص 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 مоду مفرق غير 200 التعادل بالجولد كبير مباراة والتوراة لساعتهم 00 ومن تقلل الدايقة الثامنة بالوقت الحالي عم نلاحظ انه شوي قلت القوة اللي كان ضغطة وقال لا بينه بيفوت بقلتي وفي ضغط كبير ويروح فيه افليوس افليوس ويقول لولو لولو ثلاثة على واحد لولو لولو والله نفدت لولو والله نفدت اتوقع بهالثاني يمكن تيوان يروح على الدراجون ما بعرف اذا حتصيرها طبعا قلولي بالتعليقات شو بتكون نكمل بهالاشياء ولا لا قلولي اذا بتكون نحط مباراة كاملة ما مقطش منا شيء مثل ما هلأ هيك مخففين شوي من لوقت المباراة بتكون مباراة كاملة 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 يعني اكتبوا لي كل شيء بتكون يا بس اهم شي تنشروا هالمقطع وتعملوا دعم وكل واحد يكتب كومنت كل واحد اي كومنت شو ما كانت تكون حتى لانه الى الناس فيه ناس بتحب الناس بس الناس اللي بتعرف ان عم ننزلها بشان يعرفوا منلاحظ مرة تانية انه تي وان في عنده يعني افضلية بخمسمائة جولد فقط بالدقيقة الاداش ولوشن بيعمل التيميت ومنلاحظ فيه تي بي من ازير باللوقت الحالي فيكر ممكن يعمل بوش للتاور ولا لا ما بنعرف ازير ليك ووصل عن نصف وفوق فيه عنها رينكتون اه لسا عته هو بجي بي بس رينكتون مثل ما النا خف الضغط تبعه كتير ومنلاحظ كمان بالفارمينج انه فيكر هو الاول حاليا متوقع وفيه بوش كتير قوي ونوكترن بيعمل التية على رينكتون كمان هو فراج على وراء رينكتون ليساعده بالادغال هل بيدر انقذو ولا ما بيدر انقذو رينكتون عم بحاول يسحب جي بي جي بي حيفود لجوه شكله جي بي حيفود لجوه طلع بس لا نح Carrie Hunsler الساعة. هيا الساملة. يا الله العلقة هي في dispوى مشاكل. هي الماسية والتنشأة ساون الأق Pear she can ride. توقعت نوكترن حيكمل ورينيكترن حيحاول يعمل ستن بطريقة ما يعني توقعت حيصير غير هذا السيناريو بس نحن بداية 12 ومنلاحظ انه تقدم الجولد هو لفريق تي ون اذا عطينا يا مخرج عطينا رايز او هجمة من فوق من الجي دي جي شكله حياخدوه التور الاول بالمباراة التور الاول بالمباراة نعم وهذا اللي عدل الجولد هلأ ورجع الامور تمام تمام بين الفريقين كأن المباراة بدأت من الصفر ما في اي شي بس في بعض اللاعبين عندهم افضليات عن بعض اللاعبين بسبب تفريم الجولد ومنلاحظ كمان الضغط يلي عم بحاول يساوي فريق جي دي جي بالوقت الحالي عم بلاحظ تكتلات عم بتكون بقلب الخريطة وهلأ الكل طمعان يفكر بالدراجون لانه فيه نقول له تي وان اخذ الدراجون الاول بقى الدراجون تاني هكون كتير له اهمية عالية رينيكتون كان مسيطر كان قوي هل هو راح تقوته ولا ما نعرف جي بي جي بي ورينيكتون واحد عم ورينيكتون لساعتهم سيطر نقلو بالكاميرا لتحت رجاء انيا مخرج عطيني الكاميرا تحتانيا نعم 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 فاتوا فاتوا لتحت لوشن ضرب نامي نكتون لساعتهم فاتوا طاقة كتير ضعيفة عن فريق جي دي جي بينما تي وان لساعتهم طاقة كاملة ومنلاحظ فيه دفش عن درينيكتون بالتوب لين يا حبيبي ما بعرف شو دي يصير وبتوقع هلأ ممكن يفوتوا على الدراجون بعد هاي البوش ونكتون بعمل ألتي بدوا يحاول يصطاد بالمية العكرة نعم فات على الجنغل فات على فيجو ما قدر يتحمل لولو عم بتحاول تهرب وهلأ هي اللحظة المناسبة اتوقع أزير حاول يساعد فريقه بس البوزيشن ما بتناسبه أبدا نهائيا هاي هي اللحظة المناسبة لازم يفوتوا على الدراجون فريق تي وانو أخدوا الدراجون شكله ومثل ما هو واضح فوق ودقيقة 15 ومص في عنا فيت بالريفر فوق هل حتكون فيت خمسة على خمسة نعم فيت خمسة على خمسة نامي بتعمل ألتيمت ولكن بيروح على الفاضي يا حبيبي يا نامي روحي نامي وبتعمل استنوا وبتصيب وبيرجع فريق تي وان بيحاول يرجع يتماسك روح ألتيمت نامي ما هو ما تيدي يكون فرق كتير كبير بسوها الألتيمت بس في اللوقت الحالي لوشن بيعمل ألتيمت حلو بيحاول يعمل أعلى دمج ممكن ليخفف من طائط فريق الجي دي جي الجي دي جي بيرجع مرة تانية بيحاول يتماسك بالنص وهن كأنه عندهم أفضلية نوعا ما لأنه لسه ما استعملوا الألتيمت تبعاتهم الدقيقة 17 و 15 ثانية نتيجة السبعة سبعة والجولد 31 و 700 لالتي وان بينما 30 ونص للجي دي جي طبعا كنت تحذروني على التعليق لأنه أنا ما معلق مباراة في راحة ما في سكتات ما في راحة عم ناخد من قط لكت وأنا عم باخد تيك واحد لأنه هيك بنعم نسجل هي الطريقة تبعنا بهذا الفيديو وبنفس الود نوكتون بيفوت ألتيمت لجوة ولكن برجع ما بيادر يساوي شي أزير بيعمل ألتيمت كمان الجميل وخيالي طاقات لأسكتي كل ما اللي عم تنزل الرينيكتون من ورا بيفوت بياخد الكل تبعه ولكن بيضحي بنفسه وبيموت الرينيكتون على إيد تيون فيكر فيكر يا حبيبي فيكر أموره بالسليم فرق ألف جولد بين الفريقين ومنذكر أنه التيون عندهم دراجونين بينما الجيد يجي ما عندهم أي دراجون مثل ما ملاحظ السكورات فيكر بالوقت الحالي سكوره أربعة صفر صفر يعني للساعته بأي أفاية عم بفوتها أزا فيك اللي عم بياخدها وبنجي للدقيقة تستطعش ونص لما الجولد كمانرجع يتقارب مرة تانية بين الفريقين ما في فريق تاريبا ستمية وهلأ فريق تيون بده يحاول يلاقي حل المشاكل يلي ممكن تواجهه ولوشن بيعمل ألتيمات كتير حلو ورينيكتون بيفوت ويا ريتو ما فات رينيكتون بيضحي بحياته مقابل لا شيء مقابل لا شيء تيون بياخد فايت خيالية فايت خيالية ومتل ما لكم ملاحظين فيكر بياخد الكل على لولو وأزير بيرجع عن نص ملاحظ في فايت تحت بين بيجو بين رايز فيكر يا ترى فيكر حتقدر تساوي شيء فيكر فيكر حتقدر تساوي شيء فيكر بيستعمل الزونيا فيكر عم بيموت راحية ويموت فيكر بيحاول يعمل شيء فيكر فيكر شوتداون إذن خلاص خلاص فيكر شوتداون بس بالوقت يلي ما تفكر فريق الخصم حيدفع مقابل ثمن كبير كتير انه يخسر البارون فقالوا أحسن ما انه يخسرنا البارون وخسرنا خلينا الفريق الجي دي جي انه ناخد فريق الأول دراجون لألنا وبركي منعدل بالأمور بهالطريقة بيصير في الدراجونات الدراجونين الدراجون الكلات متعادلة التورات تقريبا متعادلة تيوان هلاحدو هلا التور حيصيرو سابقين بتوقع ما بتوقع هلا حيصيرو شيء نوكترن أو بالأحرى رينيكتون بالنسبة للذهب فرق 2000 تقريبا 3000 2000 في فرق منيح بالذهب ولكن لسه المباراة ما انتهت المباراة شغالة ومشوف بعض من اللاعبين ومنيجي لالفايت يلي بالنص بدايقة 22 نامي هالمرة بتعمل الألطيمات كتير منيح من تيوان ولوشن عمل دمج كتير عالي نوكترن فات للعمق فات للعمق نوكترن اخد الكل وظل هربان أزير بيعمل الشوتداون على اللوشن وبيموت بالمقابل نوكترن ما بعرف ليش هكام بيساوي ما بعرف ليش هكام بيساوي عم بيعطي فرصة كتير حلوة وبنلاحظ انه رينيكتون فوق بالتوبلين عم يعمل تي بي بلوقت الحالي يعطينا الكاميرا صحية مخرج اذا رينيكتون من ورا جاي ليقاتل الشباب الطيبة هل حتقدر نامي يا نامي روحي نامي يا نامي روحي نامي يا نامي روحي نامي شو جابك لهون ليش سهراني يا نامي ليش سهراني يا نالك حاجة سهر لنالك حاجة سهر يا نامي لنالك حاجة سهر خرام عليكي اذا مثل ما تكونوا ملاحظين المباراة 14 كل لجي دي جي 13 كل لس كي تي أو تي ون مثل ما لنا ملاحظين التوراة هن 2 ب3 فرق الدهب 3000 لمصلحة التي 1 ما معرف شو الوضع وهي البوش خطرة وهي البوش خطرة ما قول تنهي المباراة لا مولها الدرجة بس ممكن تاخدها الانهيبتر وتعمل شوية ضغط على جي دي جي اذا جي دي جي بيخسر الانهيبتر البوتلين وهذا شي ما منيح ابدا بهاي الحالة ولكن معقول جي دي جي يلقطوا شي بطريقهم لا ما في عندهم فيجين حتى ما لنا شايفين شو عم بيصير مش عني كن خايفين بيقولو هلأ ممكن يكونوا مسيطرين بس نفس الوقت منلاحظ بالكاميرا التانية اللي عطونا ياها على جنب الرينيكتون اخد تور وان بهاي الثاني ينمحى محي كنافي يلي هو عم بلعب بيجو اوو فيكر عم بيحاول يقتل الرينيكتون لكن الرينيكتون واحدة واحدة فيكر رينكتون واحدة فيكر يا الله يا فيكر شو حتساوي يا فيكر شو حتعمل يا فيكر خلاص خلاص يا فيكر خلاص شو عم تساوي يا فيكر خلاص رمينا المنشفة يا فيكر فيكر لسا عم يتلعب بالخصم يا الله يا فيكر خلاص خلاص ما عد بدنا شين من المباراة ما عد بدنا شين من المباراة فيكر عمبي عندما يحضر الأسادي زي يقوم الطلاب يا الله فيكر فيكر عم بيتلعب بالخصم خلاص هي بالمباراة كلها يا حبيبي هلأ لو تيوان ربح ولا تيوان خسر بالنسبة لإنا اللي احنا شفنا اللي بندنا نشوفه والكاميرا على فيكر على برودة عصابه كمان بهذا الموضوع اللي صاير بنفس الوقت ما في عنده اي مشكلة بأي شيء الدايق الستة وعشرين فريق تيوان عم بحاول يحصل على الدراجون الثالث لإلوية اللي هيعززله فرصه كتير بالفوز بهالمباراة الأسطورية من بطولة العالم بلعبة ليغوف لجند لعام 2022 يعني اذا انت حبيت هاللقطة اللي عمل فيكر اذا عجبتك الموضوع ياريت تعمل لايك تكتب لي بالتعليقات اذا بدكم ساوية شورت لحالة اعمل لها لقطة لحالة مناسبة ولا غير مناسبة هذا الوضوع عندكم مو عندي اذا مثل ما لنا ملاحظين المباراة قربت من انه تنتهي الا اذا ما منعرف تعودنا ببطولات العالم يصير مفاجآت هالمفاجآت هي تغير كتير بكل شي عم بيصير اذا هلا مثل ما لنا ملاحظين فوق رينيكتون بدنا الكاميرا تطلع لفوق شوي اذا في مجال يا مخرج ايوا يا مخرج احسنت رينيكتون هو بده يحاول يعمل بوش ليعوض ولكن شايف انه مبدئيا فيكر علق على الاماله فيه ابدا فريقه اجا بكل سرعة اللي ينغزه فيكر مات نوكتون القلتي تماما ما فاد كتير ولكن بنفس الوقت مات جي بي بالمقابل عم نلاحظ انه نوكتون عم بيعاني بهي المباراة ما بيقدر ياخد راحته وفيه امل جي دي جي بالمباراة من اول وجديد يا نامي يا نامي روحي نامي مرة تانية منرجع من قلك هل هتقدر نامي تروح تنامي ولا ما هتقدر منلاحظ انه رينيكتون بيختار انه يلفن الطريق الطويل ونشوف قدامنا قصة ليلة والزئب هل رينيكتون هيختار الطريق الطويل ويمشي الحال ولا ازير ازير بردقان ازير فريز ازير ليمون ازير فواكي هايقدر يعمل شي شكله ازير اخد الكل ومنلاحظ البوتلين يا شباب عطينا الكاميرا على البوتلين القاعدة هتروح القاعدة هتروح القاعدة هتروح لوشن ربع كريم مرطب بيضيع لهم وقت والقاعدة هتروح ولكن فيجو لحق القاعدة قبل ما يروح منها اي تور طبعا مثل ما له واضح امامنا على الشاشة الدقيقة 29 والكلات 18 18 ما انتهت المباراة ما انتهت المباراة في افضلية لتيون اكيد بس ما انتهت المباراة لسه في امل انا ما ما اعرف نتيجة على فكرة ما ليش هاي في المباراة يعني لا اعرف شو حد يصير ففي كأنه عملية دخول على بارون اذا اخدوا لبارون تصعب كتير الحكاية ما في رؤية نهائيا عند فريق جي دي جي بهذا الوقت دخول على لوشن دخول على لوشن عم بياخدوا بارون نوكترن بيستعمل الالتي واخدوا بارون وشكلهم بس بدهم يهربوا ما بدهم الفايت كله ما لهم بالفايت كله بدهم يرجعوا طاقتهم يجهزوا امورهم ولكن اخدوا كل مجانية على فيغور بهذا الوقت يا حرام فيغو يعني حرام يروح عليه هذا الكل ومنلاحظ بوش كتير قوي من فيكر فيكر اللي استعمل فلاش استعمل زونيا وفيكر اخد الكل ويا الله لوشن اخد الدبل كل يا اخي يا اخي شو اللعب ازير راح لولو راحة الفريق اللو راح ايسو اتوقع توقع شخصي الان انه فريق فيكر او هنم سميه فريق فيكر فريق تيوان بده ينهي المباراة اتوقع انه بده ينهي المباراة ما بعرف ليش اختاروا انه يعملوا سبليت بوش ما بعرف ليش ما كملوا انه النص ونهي المباراة ما عندي فكرة ممكن يمكن لانه التوب فيه جنود اسرع شوي بكل احوال مفروض انه ينهي المباراة هلأ اتوقع انه هينهي المباراة هلأ لسه ما بنعرف حتى نشوف اللحظة الاخيرة جي بي اخد التوراة جي بي فايت امناحظ الاسكورات امناحظ الكلات لوشن عليه سبعمائة جولد لو بيموتوس مباراة خلاص 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 بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالمباراة الاسطورية من الليغو في الجنة وتوط العالم اذا بتكون مزيد اكتبوا لي والسلام